اهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيف وضيفكم الناقض الرياضي الكبير كاعدة السواريخ الاهلوية السازة علاء عزة منورنا اسطورة كابتن السامة تحياتي لحضراتك وسعيد جدا جدا نكون معاك وسعيد جدا ان انا في شاشة ندينا قناة النادي الاهلي بجد يعني دعوة كريمة انا مبسوط جدا معاك وان شاء الله نعمل حلقة حلوة بإذن الله ايه لقب الاسطورة ده الاسطورة ده يعني لقب لقب كان كابتن مستمانو الجزية كان قيره على ايا كده في مرة من مرات فلبست بقى كانت فجون وقته اه كان اخر يوم لي كان في النادي الاهلي كان النادي الاهلي عمله حفل التكريم النادي كان فاز بالدوري وكان هو اخر مبرار لي وكان مسافر بقى رايح انجولا فانا كنت واقفين الصحفين كلهم قدام قط اللبس صحفين مصر كلهم قط اللبس هو كان وقتها كان مدية شوية كان لعلام زي دلوقتي بيحربوه بشاعات وقصص دية انت بص النادي الاهلي من قديم الازل من قديم الازل فهو حتى طلع بص صحفين بص كده يعني بص كلها ديء وبتاع وكده فلقين وسطيهم رح قال لي علاء يعني انت الأفضل وكده قال لي انت أسطورة أحمد حتى أحمد عبدو هو اللي اسمحها وقال لي بيقول عليك انت أسطورة وبتاعه فالحمدالله اللقب ده صحفين زماننا كنوا كانوا موجودين فلبست يعني الحمدالله ومحظوظ باللقب ده طبعا طبعا الحمدالله فارتبط به فأنا بحبه جدا انه من مدرب عظيم زي منور جزير بحبه جدا اللقب ده بسعب به طبعا صاحب تاريخ كبير مش على النادي الاهلي بس ده كمان على كرة مصرية بالمناسبة كابتن أسام احنا بمناسبة ببرنامج العشبال ده أنا بجد يعني عايز اوجه كلمة شكر لكابتن خالبيبو بجد يعني أنا كنت في مقر النادي الاهلي في مدينة نصر وقابلت كابتن خالبيبو بصدفة بدون ترتيب فبعد ما عادت معاه شوية برحب به وكده وعاديم يتكلم فخدني في جولة ورّاني تركت على البنية التحتية والملاعب بجد يعني أنا لو لو اتحكي لي ممكنش هتشوف ده خالص يعني أنا صورة إنشائية مش عايز أحرق له هي مفاجهات هو قال لي كل دي هتبقوا مفاجهات فترة جاية ومش عايز أحرق هاله بس بجد انبهرت جدا جدا بالقاعدة دي يعني أنا مش متخيل أبدا أن في قطاع نشئين في مصر ولا في الوطن العربي ولا في منطرة الشغل الأوسط بالفقامة دية القوض خمس نجوم لا سبع نجوم زي ما بيقولوا قط المدربين قط المحاضرات القاعدة الكبيرة بيعملها مش عايز أحرق اللي هو عمل مفاجهات كبيرة جدا بس دي الفن أجنابي لتعني شوف دلوقتي مش اللي يانكل مدرب حراس مرمق بي شفته قابلته قابلته كل مدربين كلموجدين لكن أنا بتكلم عن البنية يا كابتن أسام البنية التحتية يعني أماكن أماكن كان يعني الناس كلما حدش تتخيل المكان ده ممكن يتحول لحاجة يعني هو عمل تحت قدام الملعب الكبير أو ملعب الرئيسي عمل شوية إنشاءات رهيبة كده كده فانو شازح لديه مفاجهة هو يقلد كلها مفاجهات وريب هتعلننا لأ صراحة لأمنا كابتن خالد بيقوا عمل شغل كبير وكمان ده على أرض الواقع على أرض الواقع طبعا السنة اللي فاتت من خمس بطولات جمهورية النادلة اللي بيحصل تلاتة تلاتة طبعا طبعا بطولة حصدها الاتحاد السكندري بطولة التانية حصدها فريق امبي دي خمس بطولات محصلة بالجمهورية خلاف تصعيد اللاعبين وده الشيء الأفضل كمان والأهم لما تشوف عندك محمد عبد المنعن تشوف عندك أحمد عبدالعادر طري الزياد طري الزياد مصطفى شبير موسيق غريب والمجموعة اللي سفره والمجموعة اللي سفره بره اللعيب كتير يتم تصعيدها طبعا وإحنا بنتكلم عن النادي الأهلي ودايما النادي الأهلي دوره المهم مع منتخب مصر إيراك في الجدول اللي بتحط للنادي الأهلي مباراة كل 48 ساعة فريق ما بريحش بقاله ثلاث سينيا في قرية أفريقيا بيحصل للقاب الأفريقية السنادي بينافس كمان على النهاي الأفريقي ممثل لكرة المصرية وكرة أفريقية في كاس العالم وبيتطي موضع هل النهاردة انت بيتعاقب النادي الأهلي ولا بيتعاقب منتخب مصر ولا بيتعاقب مين لا بيتعاقب النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي هو اللي بيعاقب. النادي الأهلي هو الوحيد يدفع فضول التمسيل المتخب مصر. يعني أنت في أكثر منك تروح كاس عالم بدون فريق كامل من عندك. طبعا النادي الأهلي بيعاقب. واضح أن نجاحات النادي الأهلي ما بترضيش البعض. بتصير حفيصة البعض. فواضح أن البعض بيحاول بقدر الإمكان يضع العرقيل قدام سيرة النادي الأهلي. أنا لم شفتش في حياتي فريق. حتى الفرق اللي كانت معناه كان منتيري كان المكسيك. كان عنده نفسه ظروف النادي الأهلي. شفناه بيسافر بكامل لعبيه. وكان فيه كلام كبير جدا منتيري يحرم من تسع لعبين أساسيين. لكن شفنا لعبة جات له. والمدير الفني اتفق أنه ملعبوش آخر مباراة اليوم مع منتخب المكسيك في آخر مباراة. آخر مباراة اليوم ملعبوش المباراة دي. ويروحوا يمثلوا نديهم في محفل علامة كبير جدا. ما شفناهش ده موجود سواء من اتحاد الكورة أو الاتحاد الأفريقي. حتى الاتحاد المصر ما قامشوا بدوره مع النادي الأهلي. للأسف الشديد النادي الأهلي كابتن أسامة بجد يعني دفع فاتورة غالية جدا جدا لتمثيل منتخب مصر أفريقيا. شفنا أن النادي الأهلي البعض حاول يحطم منه ويقول لك بممثلش مصر. شفنا دي حملات طلقت على أن يقللوا من شأن تمثيل النادي الأهلي لمصر. البعض عليك لبيمثل نفسه. هو فيه أكتر أن كان موسيماني رجل بيحصد المطول الأفريقية. للسنة التانية على التوالي ونطلع نقول أصل موسيماني مش مدرب أصل فلان معرفش مين الأفضل ومين الأفضل. يعني نارضة على فكرة عيد ميلاده من نارضة 58. نارضة موسيماني. والناس بتحتفل به والله وساعد جدا فيه عائل من جمهورنا دائرة بيحتفل عيد ميلاده 58. وبسكره بطولاته. موسيماني والله برضو أنا شاف أنه كان ضحية حملة. أنا شاف أنه كان في حملة منهجة لرحيل موسيماني بجد يعني. وللأسف الشديد لأسف الشديد كابتن وسامة فيه بعض من جمهورنا دائرة أهلين ساقط وراء الحملة دي. وضغط على موسيماني بشكل كبير جدا. مش ضغط على الإدارة ضغط على موسيماني بشكل كبير جدا. موسيماني كان معروف من أول وهلة ليه أنه مدرب عاطفي. مدرب متأثر أو بالسوشيال ميديا. بيتابع السوشيال ميديا شفاق كبير جدا. الراجل دايما كان عنده بيلاحظ أن فيه عدم رضا من جانب الجمهير أو بعض من الجمهير على نتائجه. يفوز بدورة بطلق أفريقيا. آه جمهور مبسوط بالتسعة والكلام ده كله. العشرة ليه الاحتفالات أهل شوية. كاس مصر الموضوع عادي. اتنين كاس عالم خلاص. الراجل ما حسش أن الإنجازات كلها دي وقد حقها من جمهير نادي الأهلي لانتقادات. يعني فليه بنشوف في الراجل. يكسب الزمالك خمسة. يكسب زمالك خمسة وتطلق حملات عليه. حملات زمالك سبعة أو تمانية أو عشر. يعني تخيل ما يطلع المدير الفن الذي زمالك بطلق قومي. قلق أنه خصر خمسة أفريقيا. يعني بعد المباراة ومشرطا بدل ما الناس تتكلم على أن المسلماني عمل إنجاز تاريخ نادي الأهلي خمسة أهداف. يعني تخيل مباراة قمة لحد دي 2.80 نتيجة خمسة واحد. خمسة واحد في دي 2.80. ولولا طبعا قصة الاحتواء كان زمالك ممكن تكمل مباراة بتسعة لعبين. ولو كان الزمالك ممكن تكمل بتسعة لعبين كان طبعا هنتكلم على تمانية تسعة أهداف. تخيل ما يكون نتيجة خمسة واحد لحد ديها 80. والناس بتنتقد مسماني وتغييرات مسماني. وما يعرفوش قصة الاحتواء. في المباراة دي ونحن نتكلم عن ملف الاحتواء والتحكيم. ركل الجزاء أعادت الزمالك لمباراة مرة أخرى. كانت ركل الجزاء تاعت الجزيرة اللي هي ما فيهاش أي ركل الجزاء. يهي وترضى وترضى حمزة المسلوسة في الاعتداء على سلية. يعني دي ضربة الجزاء وكان قبلها بأقل من خمسة كان لوقت إنذار. وركلة الجزاء الثانية برضو المسلوسة ما تتأكيد حقاك. ما كانش فيها حقا خلص بالتأكير يعني. يعني كل الناس يعني أنا أنا بجد أنا كنت متعاطف مع مسماني جدا متعاطف مع مسماني. كنت مستغرة بموقف بعرض جمهور النادي الأهلي اللي يتضغطين عليه. يعني أنتوا راجل المطلوب منه إن كان يستعاد عرش أفريقيا. وإستراجل استعاد عرش أفريقيا لنادي الأهلي. يعني هنا كنا غابين من 2013 لحد 2020. ما بناخدش أفريقيا. الراجل اللي جاي عمل لنا التسعة التاريخية. يعني التسعة دي أنا شايف نادي أهلي خاد عشر بطوات أفريقيا. التسعة في قوم والتسعة دي الوحدة دي في قوم تاني بصراحة يعني. شايف الفترة اللي جاي وهي فترة مهمة. المباراة القادمة في بطولة الدوري كلها مباراة كؤوس. بالتأكيد طبعا. مباراة مهمة حملات كتير برضو على النادي الأهلي. وابتدت مع مباراة الجونة. كل مباراة هتلاقي حملة أخرى على النادي الأهلي. رسالتك للعيبة. لعب تنادي الأهلي. والله أنا كنت مخصوص أن أقبلتهم في قط اللبس قبل ما تشي برمزوا. والعبة حاسة بالضغوط. يعني الناس كلها متصورة أو فيه عدد من جمهور النادي الأهلي متصورين للعبة مش وصلوا من رسالة. مش وصلوا من فاكرين اللعبة عندهم لا مبالاة. لكن والله أنا بحب أن أبلغ لجمهور النادي الأهلي أن لعب تنادي الأهلي أكتر حزنا منكم وأكتر ضيئا منكم. ولعبة النادي الأهلي حاسة أن هي مقصرة في حق نديها ومقصرة في حق فينا الحمرة دي بجد يعني متكلمت مع نجوم كبار في النادي الأهلي لعبة مقدرة زعلم مقدرة جدا 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 وهي معترفة أن هي المفرحة خلال فترة فايت وهم تعودوا على دايما النادي الأهلي يعني مثل محمد شنوني أقول لك ده مش وقته أبدا حديث عن النوافايز بأحسن لعب داخل القارة أفراقية قال لك مش وقته خالص يعني لسه عايزة دردش معه شوي عن اللقب ده الذي خدوا بالمناسبة احنا في سبع العيبة مصريين يكدوا لقب ده سبع من ندي الأهلي يعني يعني له لالنادي الأهلي ما كانش فيه حد ما كانش حد يوقف على المنصة دي ولا كان يهزقر فيه لعب مصري في أفضل لعب داخل القارة يعني اللقب ده من ساحة ما تعمل أفضل لعب داخل القارة يخدوه سبع لعب مصريين自بع من ندي الأهلي فدي شيء يشرف يعني أنا بروق قريب أقول للناس ده النادي الأهلي اللي دايما مشرفنا ومشرف في القرى المصرية اللي الناس بتحربوا بجد يعني فأنا بقول لحالك لما كلمت مع الشيناوي بعد المفاز بالجازية أفضل لعب داخل القارة يعني مجد شخصي يجي لكن قال لك لأ أنا مش وقت وخالص أتكلم حالة الفرقة في الفترة دي مش مش مفرحة قال لك لأ مش هتكلم عن أي حاجة دلوقتي احنا عندنا ما هو أهم من الألقاب الشخصية قال لأ مش عايز حد يتكلم عني سلبا ولا عجابا أنا عايز يركز مع الفرقة الفترة دي شفت الحزن في لعبة النادي الأهلي بجد بس أنتو برضو لازم تعذروهم لازم قبل ما تتكلموا تشوفوا اللعيبة دي لعبه في مناخز زي. انتو حالك بتتكلم على ينكر كابتن اسلام الشاطر بتتكلم على رقم كياس عالمي. أنا طبعا مهميتك يا صحفي أدور على أكتر فرق في العالم خرط تعرض مباريات. مفيش فريق في العالم خد قد النادي الأهلي في ثلاث سنين. رقم كياس عالمي. ومش هيحصل تاني في نادي يخوض سبع بطولات في مساحة زمنية زي من نادي أهلي خدها. كابتن أسامة النادي الأهلي. يعني أنا لو عملت إحصائية. وهتنشر بيزن الله في مجالة النادي الأهلي الاسبوع الجايدة. النادي الأهلي على مدار السنتين اللي فاتت دولها كم إصابة؟ اصابت كثير جدا طبعا 2.8 إصابة تركم المباريات والمباريات تخيل لما يكون في 82 إصابة للايبت النادي الأهلي طبعا بعذر أي مدير فني موجود طبعا أنت بتكلم عليه عنه. أوراقك كلها وعدواتك اللي تشتغل بيها كابتن أسامة كابتن أسامة ده فيه مصطلح جديد جدا دخل لأول مرة جمهور النادي الأهلي بيسمعوا أن فيه لعيب في النادي الأهلي انتهى الموسم بتاعه. يعني تخيل إحنا في وصند المرحلة الحسمة في الدوري المارسون خلاص مارسوا الدوري وصل الأمطار الأخيرة. وبنتكلم عن النادي الأهلي كل يوم بيفقد عنصر أساسة فيه يعني. يعني لما يتكلم حرجع وأقول لك عن نقطة اللي حط جداول المباريات مش بيدور بالنادي الأهلي ده بيدور بمصر بيدور بمنتخب مصر. ما هي اللعبة دي؟ أنت النهار ده مش النادي الأهلي عندك أكبر عدد من اللعبة موجود في منتخب مصر تمام أكيد أكيد. ما هي دي اللعبة اللي ترى في منتخب مصر؟ بس ما كون عندك اتحاد كرة مرتعش الأيدي يعني الناس ما تقدرش تاخد قرار سواء للتحاد ده أو اللي قبله أو اللي قبله انتو شايفين أن نحن داخلين. انتو عايشين مواجهة مستثنائية من 2012. انتو شايفين تاخد قرار جريء. ليه ما تعملون زي أي دولة في العالم. انتو صاحب انتو صاحب. انتو صاحب. انتو صاحب القرى وصاحب البطولة. انت لتحدد شكل البطولة. انت مش قادر تواجه الأندية. خايف من الأندية. تم الجماعية عمومية. ما تقدرش لما تتناقش الجماعية ما في كل حاجة إلا شكل نظام البطولة. انت تحاد الكرة كان قادر نوه في موسم زي ده. وانت كان عندك تصفير كاس عالم عندك كاس أم أفريقية. وكان عندك بطولة كاس أم أفريقية قبل أن تتأجل لـ 20-20. كنت ممكن تقرر استثنائي. ان بطولة دورة عامة إما تلعب من المجموعتين أو تلعب دور الأول. تلعب دورة ترقي دورتين. دورة مجمعة على اللقب. ودورة مجمعة على الهبوط. انت مش قادر تاخد هذا لقب. انك كنت خايف من الجماعية العامية. طول ما التحال الكرة عندنا خايف. وأضعف. وهو فعلا أضعف من الأندية. وعمر لحال الكرة مصالية من صالح. وقدير بالكلمة موسم السنائي. الموسم الجاي برضه يتعالي موسم السنائي. والبعض يتعالي موسم السنائي. لأن احنا عندنا اتحاد كرة أضعف بكتير بكتير من الأندية في كل لجانه. للأسف الشديد. إذا كان النهاردة اتحاد الكرة ما قدرش يعاقب المدير التنفيذي اللي أخفى الجواب وضيع حق مصر. يا رأيك في الموضوع ده. أنا قبل اتحاد الكرة أنا. أنا пسأل الوزير شباب رياضة. دكottor قشف صبحي راجل ده فاضل راجل مخترب كل حاجة. لكن الدكتور قشف صبحي انتفض. انتفض كبيرة جدا بعد المؤتمر الكاشف الفاضح. العمار كابتر محمود الخطيب. المؤتمر ده يعني شافة ان ان كشف عورات الكرة مصرية. بجد المؤتمر ده كان كشف عورات كرة مصرية. دكتور قشف صبحي انتفض بعد المؤتمر ده. زي ما قل للمصر كلها انتفضت بعد المؤتمر. ده لما كابتا محمود الخطيب أسقط ورقة التوت عن ناس كتيرة جدا مسؤولين عن الكرة المصرية. وكشفهم وكشف عورات الإدارات الكرة المصرية. لكن كنت متوقع الدكتورة عشف صبح لما انتفض واللجنة التحقيق. وخلال الأسبوع هتظر. أنا بقول الدكتورة عشف صبح لأ ولجنة التحقيق قامت بدورها. ورح نتحدي الكرة. وحققت مع الإدارة التنفيذية. ورحت النادي الأهل. وحققت مع الإدارة التنفيذية في الدكتورة. وشفت هنا وطلعت وقوصت بالآخر إن المخطئ إتحاد الكرة متمثل في الإدارة التنفيذية. لا. ماشي. أنا مش عايز توصية. على فين الكرار اللي خادوا النهاردة. عايزة. أي توصية. يعني أنا أفصل الماء بالماء. ما الناس كلها عارف إن إتحاد الكرة مخطئ. عارفين إتحاد الكرة قصر. عارفين إن المدير التنفيذ إتحاد الكرة ارتكب جريمة في حق النادي الأهل وحق الكرة مصرية وحق مصر كدولة. اللي ارتكب جريمة. أنت حققت واختشفت إن الرجل ده مخطئ واختشفت إن فيه الناس كتير رجل ده مخطئة. تعمل توصية إيه؟ أنا مش عايز توصية. ما التوصية لنا كلها عارفة إن إتحاد الكرة مدير. لكن أنا عايز العقوبة. ليه العالم كله بنشوف. ده النهاردة عضو في اللجنة التنفيذية في أولمبياد توقيو النهاردة تم القرارة قبضة عليه النهاردة في تهمة فساد ورشوة وبتاع وكده. ليه المسؤولين عندنا الفيفا الرموز العظيم. الحاجات المضحكة برضو اللي طلعت النهاردة لو تم إيقالة أي أحد ومتدخل حكومي. هو النهاردة ده جاي بانتخاب جماعة عمية ولا ده موظف تم تعيينه. يعني النهاردة مش قادر عقب موظف. وقادر أقيل موظف. لا طبعا. والتدخل حكومي علم معنى تدخل حكومي. هل التدخل حكومي أو علم التدخل حكومة معناها حماية فساد. ما أقدر شحف فساد. أنا لو أنا خدت قرار بإقالة فلان مسؤول ما. وخاطب الفيفا أقول إن المسؤول ده ارتكب جريمة أو ارتكب. أخلي باللوايح. الاتحاد الدولة عاقبني. مش عاقبني. ده أنا أنا أنا. بحكرة الاتحاد الدولة أصلا ميدي كل دولة حماية حماية بطرطة وحاية مسابقاتها. ويعمل دير مسابقاتها. ما تعايز. ده كل دولة في العالم بتدير مسابقاتها. وفقا لظروفها. والاتحاد الدولة بيعين على كده. وشوفنا أضافة كتير جدا. طب يعني ليه الاتحاد الدولة معاقبش الاتحادات اللي أقلت أو تم القرار القبض على حكام فيها. وتمت شطبهم. وتم حالتهم للسجن. في حكام أفرق كتير جدا. ومنهم ناس كتير جدا أضاروا مبارات النادي أهلي. وظلموا النادي الأهلي. لوقت في السجون. ليه ما قالوش أن ده تدخل التحاد الدولي. لا أضايا فساد. والتحاد الدولة ما يحفظش الفساد. لما التحاد الدولة لفظه. رموزه. وشخص كلهم يتعبط عليهم في أضايا فساد. يعني لما أنت فاسد هتجي تعقب ده عشانك شافت الفساد. لا بالطبع طبعا دي للأسف دي شماعة. إحنا استعملناها كتير جدا. وفي مسؤولين كتير جدا. عملونا فزاعة للتحاد الدولي. لكن أنا شايف أن في بعض الدول ما بتقدرش تحمل فساد ما بترضاش تحمل فساد وبتكشف الفساد ده. وبنشوف مسؤولين كتير جدا. يا الله يا كابتن أسامة كل يوم كل يوم القائل قبض على مسؤول بتهمة فساد. بتهمة إخلال شرف منصبه. لكن أسف شديد أنا مستغرب جدا. زي يا دكتور عشب صبح لحد دلوقتي. بعد شهر ونصف ممتبر كابتن محمود الخطيب. أربعين يوم بزبط. أربعين يوم. فين العقوبات يعني. يا فرحيت أنا بالتوصية. استفاد إيه النادي إليها بالتوصية. طيب خلاص. اللي عمل ومتبر صحف ده كل ده اللي عمل قابتن محمود الخطيب وكان شف فيه كل عاجة. اتحالي تقول عمل إيه في لا. وقتها دكتور أشرف صبحي يعني انتفض. ما نقول لها حركة انتفض. وقتها الدكتور محمد فوز المتحدث الرسمي باسم الوزارة. وقال الدكتور أشرف صبحي مستني التحقيقات ونتيجة التحقيقات. وهيكون فيه عقاب للمخطي. طيب. وكله طلع بلونة هم. طبعا للأسف هم كل باعتمد للأسف. للأسف هنا باعتمد على إن الأحداث بتلهي الناس. وفيه حدث بين الحدث. ودي بيظهر عامة يا كابتن أسامة مش في ردة بس. يعني دي يمن إحنا عندنا كتير جدا من القضايا بتموت. بتموت تلقائيا مع ظهور قضية أخرى. يعني حتى على مستوى الاجتماعي. حتى المستوى الاجتماعي بتشوف حدثة ما بتاخد عقول كل الناس. وتاخد اهتمامات كل الناس. وتكون حديث الشارع. حديث مصر كلها. بتبع حادثة حديث شارع مصر كلها. بعد يومين ترى تظهر حادثة جديدة. الناس بتنسى الحادثة القديمة دية. وده اللي حصل. للأسف اتحالي الكرة راهن على زاكرت السمكة. أو راهن على إن في أحداثها تظهر مستجدات جديدة. تظهر تخلي الناس. هتنسى القضية الأسسية. وأنا بقول لهم. مبروكة عليكم. نجحتوا بامتياز. إن كنتوا تهربوا من العقوبة. بجد راهن. نجحتوا بامتياز. بقول للسؤس جمال علام. أنتم نجحتوا بامتياز. راهنكم نجحت بامتياز. إن كنتوا تخلوا تصدروننا وتصدروا لنادي الأهلي قضايا. تخلي جمهورنادي أهلي ينشغل عن القضية الأساسية. اللي هي حرمان للنادي الأهلي من حقه في بطولة دورة بطولة أفريقيا. الجناية التي تقبوا في حق النادي الأهلي. إن هو يروح يلعب بطولة خارج أرضه. بيلعب نهائي. أنا قلت حقايا قبل كده. كنت أول مرة في تاريخة نشوف مباراة نهائي دورة بطولة أفريقيا. إياب بلا زهاب يعني. كل في المغرب هناك. أي حد يشوف المنظر الملعب مباراة. الوداد والأهلي يقولك دي أكيد دي مباراة إياب نهائي. بس ما كانش فيه زهاب. أنا بقول له مبروك. مبروك عليكم. مبروك على الإدارة الرياضية في مصر. أنكم أنتم بتنجحوا. أنكم تطلهوا الشعب أو تلهوا الجماهير في أزمات تانية. طلعتنا أزمات التحكيم. الفار طلال لنا الحاجات التانية. التحكيم يراك في التحكيم السندي في الدورة. ده دي الأهلي بيفقد نقاط مهمة بسبب التحكيم. مجمالات في فرق أخرى بسبب التحكيم. شايف ملف التحكيم إزاي خاصة يعني استقدام مطور للتحكيم المصري أو واحد هيجي يطور بقى التحكيم المصري. شوف دي الخطوة دي. وهل هيتساب النهاردة. شوف اتحاد القرى. اتحاد القرى أجبر على الاستعلم بالخبير الإنجليزي ده. لأنه عارف أن أخطاء التحكيم في مصر فاقت المدى. يعني زي بيقولك يعني خلاص فاق الزي مع أبوهاب غنة. اللي هو بتاع تجاوز الظلم المدى أو حاجة زي كده. اتحاد القرى كان على يقين على يقين على يقين أن أزمات التحكيم في مصر أو أخطاء التحكيم في مصر قادرة أن تفسد كل بطلات. الاتحاد القرى أجبر على التعاقد. كنا بنستبشر لما قلنا الفارف يغضل李 قلنا الفارف يغضل الر شيء في دولة الحالي. الخطوع الفارف ده. كابتان أساما أنا لما سألوني من سنة على الفارف كان النادي الأهلي وقتها متصادر. قلت لهم الفارف يزلم بالنادي الأهلي السنة كان النادي الأهلي متصادر بالطبط الدور. قلت لهم حتى والأهل ومتصادر أشف النادي الفارف ما أنقذوش. ما عطرواش حقوه لأن الفار أعمى في مصر. لا ده أتخلي بالك. بتشوف الفار للنادي الأهلي اللعبة ما بتاخدش خمس ثواني. وبتشوف في حتة تانية اللعبة ممكن تتراجع ثلاثة أربعة دقايق. فأنا بقول لك. أنا بقول لك. اتحاد القرى أكبر أكبر على التعاقد مع الخبير الأجنبي الإنجليزي. علشان خاطر هو كان على يقين على يقين على يقين. اللي منظوم التحكيم هتقود الاتحاد كل الهوية. إنهما ممكن يتحلوا بسبب اخطاء التحكيم. عشان كده جريوا بسرعة وجابوا الخبير الإنجليزي. ومجابوش الخبير الإنجليزي الطباطا. ومجابوه عشان كبش فدى. يعني خلاص. وصل الظلم المادة. آه. أيوة الظلم. بتاعتي الفنان الكبير محمد أبوهاب طبعا تجاوض. آه. فبقول لها حالك. هما جابوها كده. وطبعا رجل بتعرض الحرب من البداية. وأنا بقول لك. الرجل مش هيمكنوه أنه ياخد حرية الحركة. لأن الحد دلوقتي لسه خبفيش الظلامة موجودة في التحكيم المصري. بيمرسوا دورهم لإسقاط النادي الأهلي بنجاح صاحق وباهر. وأنا بقول لحضراتك. النادي الأهلي. الناس كلها كنت بتقول. إيش مانا النادي الأهلي الوحيد اللي بيطلب حكام أجانب. دلوقتي حضراتك. قدينة شايفين. كل أندية مصر بتعرض لزلم. طبعا طبعا مش أكيد مزاي الزلم بتعرض لنادي الأهلي. يعني. لما نادي واحد بس فارد لزلم واحد. بس شوفنا بيرامدز اللي كان ليه حصانة كبيرة جدا. بدلوقتي بيطلب حكام أجانب لكل مباراته في الدوري. وطبعا دي كانت مفاجئا بيرامدز. شوفنا نادي اسماعيلي بينطفض ويطلب حكام أجانب لمباراته في الدوري. المؤمنين العرب المحلة. تقريبا ما فيش نادة في مصر إلا وعمل بيان ضد التحكيم في مصر. وأنا بقول لك كابتن أسامة. أقسم بالله العظيم. لو إن الأندية في مصر تملك القدرة المالية على استدعاء حكام أجانب لكل مباراتها في الدوري. ما كانش في حكم مصر. هنشوف أي حكم مصري إلى سبع الأخيرة في بطولة الدوري. أنا واسك منه في المياه. والله لو الأندية في مصر تملك القدرة المالية على استدعاء حكام أجانب لكل مباراتها. مش هنشوف ولا طاقم تحكيم مصري في أي مبرارة لحد نهاية الدوري. لما نتكلم عن أفضل مدرين الكرة اللي جون في تاريخ النادي الأهلي. تقدر تقول لنا كده من ضمن الأسماء دي مين؟ والله كلهم أصبوا في النادي الأهلي. والله بصراحة يعني على أحسن رد. والله بجد يعني ما نقدرش. لكل واحد كل واحد نجاح نجاح باهر في عصره. بجد نجاح نجاح باهر في عصره. أحلى رد سمعته. أسمع بقى منك تقييمك عن الكابتن الكبير سيد عبد الحفيظ. ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد مستمتع بالحوار مع الأسطورة على عزة حبيبي يا كابتن. قل لي بقى حضرت كم مدير كرة في النادي الأهلي. أو تعاملت مع كم مدير كرة في النادي الأهلي. يمكن أنا في بداية التسعينات كان فيه بداية بس مكنتش لحتى كابتن عزة وروس. بعد كده كابتن صلاح حصني. كابتن صلاح حصني. بفترة. بعد كده كابتن طبعا طرق سليم فترة طويلة جدا. تعملت معايا. بس طبعا كنا بنخاف من قرب له. يعني وكونوا من باقي. كده على بعض عشرة متر نسترل. على بعض عشرة متر ونمشي. بعد كده الكابتن الله يرحمه كابتن صلاح البطل. عشنا معايا كبيرة جدا. الله يرحمه. كابتن حسام البدري. كابتن هذه الخشبة. الكابتن والجمعة. لحد ما وصلنا لكابتن صلاح حفيز. اسمها كبيرة وعظيمة كلها. وكل واحد ليه شخصيته. وكل واحد ليه اسلوبه. وكله ما شاء الله يعني. مجد كابتن حسام والله. كل واحد منهم أضاف للمنصب ده بشكل كبير جدا. لحد ما وصلنا بقى سرب حفيز اللي هو الحراء بجد يعني سرب حفيز. تقول لي بقى كابتن سيد انت عصرته كلاعب. عصرته طبعا طبعا. وكمدير كورا. لعب منفجأة بالنسبة لي كلاعب. أنا أعرف سيد من 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 يوم صعد فيه فريل أول نادي الأهلي. كنت مرفقه في رحلته كلها لحد ما تشع تزاله. وحضرته ما تشع تزاله. والكلمة كتبها كنت مشاركه في الكلمة. الدراما المصرية بس يكون شعفين يستغل الدراما دي يستغل بالرائعة ده أنه الربط عنده رائع جدا. هو في اليسوب بجد يعني وبيعرف ازاي يضرب الدربة بعلى عدم الكلماتي يعني فيه ناس كتير جدا 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 تحتاج. ساعة ونص تتكلم عشان توصل رسالة. لكن الأسكياء والأقوياء هم اللي وصلوا رسالة بجملة واحدة بس. والجملة فعلا يعني 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 بيقول لك خير الكلام. مش محتاج تظهر كل يوم. لا لا خالص 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 يعني بتظهر دقيقة واحدة. الرصاصة هي اللي عارفة كابتن فيه واحد يكون معها مدفع ويدرب بس كل يضربه في الهوى. وفيه واحد معها رصاصة ومعها تريسكوب زي ما يقولها ونشينكاب يروح يجابها في الدماغ هنا. ده الكابتن ساعة وحفيز بجد يعني ساعة وحفيز أبهرني. بطولي ستنتك معي بقى الحاجات الحلوة في المعسكر أنت كنت معنا في المعسكرات على طول. طبعا مرة كنا في المعسكر في الدنمارك وكابتن ساعة وحفيز كان مصاب وكان معنا الدكتور أسامة ودكتور أسامة محمد. فتريبا عادنا 22 يوم في المعسكر ده في الساعة وحفيز لم ينزلش ملعب خالص. فكل ما روح علي نايم ودكتور أسامة ومعملوا جلساته ودكتور أهاب علي وفتاقوا قلت له حرام عليك. أنت جاي يتكلف لدي الأهل بصري في علاجه وفتاقوا كده 22 يوم قاعدوا فحرام عليك يعني أنت كنتش تيجي وبتاقوا كده لا أنا بجهز بجهز بجهز. لا طبعا طبعا أنا المطشي اللي ما سألوش كنت كنت معاكم في 2001 في تراجي في تونس سيناك ومطشي تراجي ده وكنت في روتوبيس فشوفت سيرب حفيز بعد الهدف ده فدخلت قط اللفظه بسرعة فلقيت سيد بعد هدفه التاريخ ده كان فرحة مش فتاش في حياتي سيرب حفيز بشكل هستير وقالي كلمة عن الهدف ده وقالي قولي أنا حيمتي بالهدف ده قبل كده بس بجد يعني ربنا كان مكافأ بشكل كبير جدا سيرب حفيز إن كان واحدة من أفضل انطلاقات اللاعبين الناشئين في النادي الاهلي كانت سيرب حفيز بداية طب سيرب حفيز مدير الكورة في النادي الاهلي مبهر وقوي وبجد يعني أنا شاف النادي الاهلي ربنا أعطاله مدير الكورة قوي في وقت مناسب جدا يعني آه طبعا كله معظماء لكن سبحان الله يعني سيرب حفيز جي في التوقيت المناسب المناسب يعني شخصيته وكانز من سيرب حفيز كانت مناسبة جدا للتوقيت ده يعني طبعا أنا بقولها لك كلهم عظماء كل سبقه عظماء لكن كان ممكن يجي من دول قرية في التوقيت ده ما تكونش شخصيته ملأمل للظروف دي آه هو شخص قوي جدا لكن لكن ما كونش عنده ملكة التعامل مع ظروف دي سيرب حفيز أنا شايف أن ربنا سخره في التوقيت ده اللي يكون في المنصب ده اللي فعلا الوجود في المنصب ده كان كفيل كفيل إنه وقف نسكتر جدا عند حدها كان كفيل جدا إنه يرد بلسان ملايين جميل من هذا الاهلي ورده القوي كمان يعني مش أي رد مش أي رد مش أي رد يعني ورد محترم ورد في الوقت المناسب ورد مناسب ورد واحد وقوي فعلا أنا بقول لك رصاصة تغنى عن مدفع يعني يعني فيه جيوش جيوش بتطلع تحارب سيرب حفيز هو بطلقة واحدة بس بيخلص عليهم يعني فأنا بجد يعني بقول لي سيد أنت استفدت جدا من ثقفتك قبل كده استفدت جدا إنك أنت قريت كتير لما يكون عندك مدير كرة مصقف ده مهم جدا يكون مدير كرة يعرف إمتى يتكلم وزي يتكلم سيرب حفيز كمان من نوع حتى لما كان في الإعلام في قوات النادر هنا ما كانش دايما لما كان يهاجم كان يقرأ قبل ما يهاجم يبعارف دحقه وإيه وآخره إيه وسقفه إيه فسيرب حفيز بجد يعني أنا شايف أن يستحق احترام جمهور النادر أهلي يستحق الدعم كبير جدا من جمهور النادر أهلي وطبعا يستحق طبعا دعم قدرة النادر أهلي أنا بشكر كمان الكابتن محمود الخطيب بجد على موقفهم بارح مع الكابتن سيرب حفيز الموقف ده أسلك صدور صدور الجمهور النادر أهلي جمهور النادر أهلي للفترة الأولئلة لتشال فيها الفيديو ده ورجع تاني جمهور النادر أهلي حزن لكن فرحته كان كبيرة جدا أن الكابتن محمود الخطيب أنصف مدير الكرة ورجع الفيديوهات دي وطبعا سيرب حفيز تحاصلوا كبير جدا عند جمهور النادر أهلي وكل المداربين يتعاملوا مع سيرب حفيز يمكن رجل مسلماني قالك أنه سيرب حفيز ده ساعدت على ظهره لكمة الهرم معاكم هنا في البرنامج لما كان موجود في البرنامج هنا قالك أنه ساعدت على كيف سيرب حفيز لكمة الهرم الأفريكي وفزت الاتنين دورة أفريكية على كيف سيرب حفيز أعرفه أقول ولا تقول أنت على طول. حبايب لا حبايب كتير. حبايب كتير طبعا. الحاوي وليد سليمان. حاجة كده من رحة الزمن الجميل. لا فعلا ده رحة زمن الجميل بجد. هو ده زمن الجميل لنادي الأهل بجد. أنا وليد سليمان. يعني بحكم أننا من بلد واحدة من محافظة واحدة من مينيا. وحكم أننا عشرته من أول يوم جاء في النادي الأهلي. والفترة ما قبل النادي الأهلي. وليد أخوي. يعني حتى يعني علاقة بينا وصلت مرحلة أخوية. وده كان الحمد لله كانت محظوظ بها مع عادة كبير جدا من نجوم النادي الأهلي. وانت كنت واحد منهم. مع أنك طبعا خفيت عليها السر الأعظم. خلاص بخناة. فبجد وليس سليمان. احنا بنشكره بجد على اللي عمله. واللي عمله في ماتش القمة تحديدا. تحديدا في ماتش القمة ده. كان ليس هذا كبير جدا. وفرحت جدا أنه جمهور النادي الأهلي قدر دور وليس سليمان في مبارات القمة. رغم أنه مكانش محظوظ أنه يقدر يعمل رومونتادة ويرجع للمبارات تاني. لكن بجد اللي عمله وليس سليمان في النادي الأهلي على مدار عشر سنين. هو جيد من 2012 لحد الوقت عشر سنين. عشر سنين بجد كان فيها واحد مخلص قمة الإخلاص لنادي الأهلي. قمة الانتماء لنادي الأهلي. واحد يعرف يعني إيه قيمة في النادي الأهلي. في ظروف صعبة جدا 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 جدا. كان قائد لنادي الأهلي. يعني إنك الناس لا تتعرفش دور وليس سليمان. يعني آه الناس كلها عرفة أن محمد شنين هو كابتن الفرقى. طبعا ليه دور كبير مهم. ده واحد من كابتن الفرقى اللعبة الصغيرة اللي طلعها. وكمان حلوا المشاكل جوه لقط اللبس بشكل كبير جدا. كان ليه دور كبير جدا في احتواء أزمات كتير جدا. ناس كلها عرفة أن محمد شنين هو كابتن الفرقى. لكن محمد شنين نفسه وده شيء يحترم لمحمد شنين ناوي أن في قط اللبس بيسيب كابتن وليد هو اللي يتكلم الأول وهو اللي يحل الأزمات. فأنا بجد يعني جمهور الأهل النادي الأهلي كله بيشكر على وليس سليمان على المسيرة الزهبية بتاعته من النادي الأهلي. وفعلا واحد بأيكون تلين تماني النادي الأهلي. وأنا كنت سعيد جدا أن أنا أطلقت عليه لقب خاتم سليمان النادي الأهلي. فعلا ده خاتم سليمان النادي الأهلي. حاجة جميلة أوي لكابتن وليد سليمان. حاجة بيحترمها ويقدرها جمهور الأهلي. كان أكثر حاجة مرة بساطتني كان كابتن حسن حمدي كان في قطرة كابتن شوبير. في ظهور النادي للكابتن حسن حمدي. فكابتن شوبير سألوا مين اللعب اللي بتحب تشوفه في النادي الأهلي أهليك وليد سليمان. ده كان بالنسبة لي كان إجابة أسعدتنا شخصيا لأن أنا بحب وليد جدا. وليد كان يوميها يعني كلمته بعد الحديث ده. ولي كان أسعد إنسان في العالم بالإشارة دي يعني قال لي يعني قال لي دي بطولة حديث ذاتها. كابتن حسن حمدي يقول علي أن اللعب اللي بيطمئن الوجود في الملعب والسليمان ده بجد يعني حاجة أسعدته بشكل كبير جدا. كمان يمكن محدش عرفه. شوفنا اللقطة كمان في التاري اللي فات لقطة اللي هو بيلبس كابتن محمود الخطيب بيهدي المدالية. قبل كده عطى المدالية الزهبية لمنو الجوزيف في احتفالية خاصة جدا. وأبكت منو الجوزيف ساعتها يعني أبكت منو الجوزيف بشكل كبير جدا. أنا بقول لحلالك وليه السليمان لو كان جن نادي الأهلي صغير أو لو كان من ناشين نادي الأهلي. كنا نتحدث بنتكلم على أسطورة بجد يعني هو أسطورة وأنا واصح ملون في المية واصح ملون في المية. حتى إذا كان ده الموسم الأخير والليه السليمان والليه السليمان مش أخرج ببرا نادي الأهلي. هيكل يدور كبير جدا. ونحن نتكلم عن مباراة الكمة إيراك في أزمة ممر الشرف. طبعا أنا بس سؤال بس لو كان الأهلي هو الكسب كالعادة يعني. لو كان الأهلي الكسب كالعادة كان يبقى فيه ممر الشرف ولا كنا شفنا حاجة. كان هل النادي المنافس وخيادات النادي المنافس ومسؤولين كان يسمحوا الفيرتهم للعام مبكى الشرف. كان يجروا على طويلة لبس وكانوا يسلمون مدينة الفرضية. ما احنا شفنا في مباراة السوبر اللي كانت في برج العرب في 2019. اللعبة كلها ما طلعتش تستلم المدينة المكز التاني. طيب أنا بقول لحضرتك يعني. شفنا في آية أفريقيا مباراة أفريقيا ما حرصتها لهدف التاني. اللعبة كلها ما طلعتش حتى تستلم المدينة المكز التاني. حتى نهاية دورة بطورة فكرة قدام يعني حتى نهاية دورة بطورة فكرة ما خسروا من ساندونز هنا. ما خدوش مركز التاني يعني. فأنا بقول لحضرتك يعني أنا بس بتواهم يعني إذا كان البعض النادي الأهلي اللي احترم النادي الأهلي كفريق قورة ومسؤولين احترموا ممر الشرف وعدوا فيه. هل كنا ممكن شوف ممر الشرف ده لو كان الزمالي الخسر؟ لا طبعا. ولا كنا نسمع ممر الشرف. كنا نسمع كنا زي بالوقت بتكلم في أزمات وانسحابات وتهددات ومقاطعات لبطورات كاس مصر وكام ده كله طبعا. أنا بس بقول للناس بس اللي استغلوا الفرصة للهجوم. طبعا هي كان كل قصة بس استغلال القصة بتاعة ممر الشرف دي للهجوم على ساندون حفيز. يعني دي كان البوابة للهجوم على ساندون حفيز. يعني هم ملوش في حاجة يهجموا بيها كبتا ساندون حفيز غير للممر الشرفي. أنا بقول لهم بس يا ريتكم قلت الأول قبل ما تهجموا ساندون حفيز تقروه يعني ايه كلمة ممر الشرفي. فكرة ممر الشرف تقروها يعني ايه كلمة ممر الشرفي. الناس اللي طالعة تنتقد تقولك الناس من نادي أهلي عقب ساندون حفيز. بقول لهم يعني يعني لو كنت تعبته بس شوي يعني وما تردوش كلام من جهلة. يعني أنا باحزن جدا ما لايه إعلامي ياخد كلام عن الناس جهلة ويرددوا يعني. تعيب قوي يعني. انت لو 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 كنت بس تعبت نفسك همه زي وعادت على جوجل كده وكربت كلمة ممر الشرفي. وكنت تعرفت يعني ايه كلمة ممر الشرفي. تقرأ تقرير على ممر الشرفي ده. تعرف ان تقريبا ده أمر تطوعي. ده طبعا معروف ان ده أمر تطوعي. والعابة على اتحاد القرى. اتحاد القرى بفيش أبدا ممر الشرفي إلا لازم يكون. أمر تطوعي يعني أنا 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 بعمله تقديرا. زي ما لعبته جونة عمله لكابتن محمد الشناوي. هل تم الإعلان عن ان في ممر الشرفي لجونة يعمل ممر الشرفي لمحامد الشناوي؟ ما كانش فيه. هل التحاد القرى فرض على الجونة ان هو يعمل ممر الشرفي لمحامد الشناوي؟ ما حصلش. لكن تعالى في أوروبا. الشهر من شهرين فاتوا كان فيه أزمتين لممر الشرفي. مش أزمتين. يعني لما طلبوا من يرجم كلوب يعمل ممر الشرفي لمشستر سيتي. قالوا مش عمل ممر الشرفي. قال لك أنا أرفض أن أعمل مورد شرفي. قال لك أنه ده أمر صعب جدا. وأنا مش هعمله. مش مطلوب مني أن أنا أعمل مورد شرفي. مش مطلب بي. أنشلوتي حتى. وفيه كمان أنشلوتي كمان لمرد. قال لك لما مرضيش يعملون مورد شرفي. قال لك أنا إيطالي. مش متعود على حكاية المورد شرفي ده. وده أمر عادي جدا. وأنا شايف أنه أمر مش مهم جدا. بويل اللي كان قاد برشلونة. طلع في مؤتمر صحفي قال أن فكرة المورد الشرفي ده فكرة سخيفة جدا 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 جدا. مش مطلوب مني أن أنا أقف أسقف لحد. يعني لأ قال لك مش مطلوب مني. قال لك الحديثة عن المورد الشرفي ده مرتبط بالروح الرياضية. وفيه مطشط كتير جدا 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 ما بيكونش فيها روح الرياضية. ما بيكونش فيها روح الرياضية بجد. ما بيكونش فيها سلوك رياضي بجد. مباراة القمة الحمد لله. وكان فيه سلوك رياضي كويس جدا بين اللاعبين أو بعض من اللاعبين وبعض من الجمهير مش هقول كل من الأسف كان فيه بعض اللقطات احنا الأسف بناخد اللي بيرض تلفزون لينا لكن فيه حاجات تانية ما بيرضاش تلفزون بالأسف بتفسد عننا مشاعرنا أو الأجوال اللي احنا مشين بها شفنا زيدان رفض ممر الشرفي زين الدين زيدان هو مدير فن ريال مدريد شفنا مدرب سيميوني مدرب قطيتكو مدريد قال ان انا ما عملش ممر الشرفي انا باحتلم جمهوري ومش ممكن لزعج جمهوري ان اعمل ممر الشرفي لفريق كسباني او كسبني انا يوم فزت بدوري دوري اللي جاء الاسباني 2014 ريال مديد مردش يعمل ممر الشرفي انا بالتبعية مش هعمل ممر الشرفي فانا بقول لهم متاخدوش اقروا الاول اقروا لما تحب تكلموا اقروا الاول وتعرفوا ان الممر الشرفي بالظاهرة مرفوضة عالميا والبعض وصحفيين كبار جدا في العالم قال ان الفكرة دي مرفوضة لان مش ممكن ميلان هيقف للاسي ميلان هي مش بالمزاك وقت ما تخسر تجري على الاوضة وقت ما تكسر توقف للممر الشرفي هي مش بالمزاك الحاجة التانية ومش قرآن ومش دستور اه اش هتحالي كورة بس بفرضهاش يعني دي خلت هتحالي كورة يسيبها يعني طوعية للفريق التاني والله انا فريق شاف عايز اعملها للفريق المنافضة عملها مش عايز اعملها انا مش مكبر عليها ضمن الحملات والشائعات اللي على طول مصارع على فريق النادي الاهلي التشكيك في المدير الفني اللي جاي اللي هو رجل ما بالحقش يشتغد كل يومين مباراة بقولك شغل كل شغل اصلا استشفى لعيبة جوة طبعا علشان اقدر احط تشكيك المباراة التانية انا لسه مش قادر احط بصماتي في شغل والنهار ده كل يومين مباراة الحملات عليه تشكيك في المدرب ابتدت مع اول مباراة ليه بيتروجيت لما وقف مع ودينا نشوفها في ربا عالي وقف مع لعب بيتروجيت يعني ما شوفها في الزمالك شوفها مع مدربين مدربين الزمالك يعني مفريرة شوفناها بيحضن احمد علي مهاجم المؤمنين العرب بيحضنوا واتان عملت منبانها وقتها محدش كان محدش شكل ده بيحضنوا قبل بداية المباراة يعني شوفنا قبل كده مدربين كتير في مباراة سيراميكا محمد إبراهيم وباسم مرسي ايه المشكلة الناس بتسلم عليه ايه المشكلة يعني احنا انشلوت لما كان المدربين العالمين اللي بيشيروا محمد صلاح ده ايه بيناملهم ايه لما محمد صلاح قبل كل مباراة او بعد كل مباراة وقبل كل مباراة بلعبها المدير الفن فري المنافس يقف يتكلم معاه مشوفنا شو ولا حد اتهم مبارات ليفربول وريال مدريد لما انشلت رح سلم على محمد صلاح بعد المباراة لكيس في ريال مدريد بالضبط مباراة سلم معاه واخدت شرط محمد صلاح طب يعني هل ولا شوفنا حد صحافة انجلزية اتهم انشلت انه بيفوض محمد صلاح ولا محمد صلاح عزرير المدريد طبعا طبعا دي سخافات يعني دي سخافات للأسف للأسف سخافات بتاخدنا من قضايا كبيرة جدا ممكن تكون سخافات متعمدة ان تسحبنا من قضايا مهمة وقضايا رئيسية تسحبنا برا الملعب كابتن موسيما بجد يعني انا شايف ان المقولة الكابتن عدل القيعي اللي قالها من فترة ان البطولات بتحصل من خارج هو فعلا محق فيها فعلا يعني انا شايف شايف ان ان فيه تعمد تعمد تعطين مسيرة الهل اه تعمد سحب جمهور النادي الاهلي من من الدعم بيسحبوا القضية تلف رأيها بيسحبون القضية سلب حفيز انا عايز اكلمك في القضية دي قضية تانية غير مهور الشرف قضية الاخبار او الشعاعات المصارى مشاكل بين حسام غالي وسيدة حفيز مع حفظ العلقاب طبعا شايف المواضيع دي ازاي برضو وظهور جمهور النادي الاهلي خلال الفترة دي ما سمعنا برضو ان مسيماني رحل بسبب حسام غالي ما دي كان من ضمن الشعاعات اللي طلعت لازم النهاردة جمهور النادي الاهلي وفورها في رئيته لازم بفي دعم كبير ما نلتفتش للشعاعات دي كل مباراة لا في شائعها هل سمعت حلالك في الانترا كابتان اسامة بتتكلم على مسيماني مدير الفني وكان اللي استثناء الوحيد كان ماله الجزء وماله الجزء ده كان حاجة تانية خالص وله ظروف خاصة جدا لكن لكن مسيماني بعد ما خرج من نادي الاهلي وخرج من باب الكبير زي ما بيقولوا شفنا الرجل بيكلم عن نادي الاهلي ازاي بمتال أدب والاحترام وكتاب وكتاب ما شفناش بيطلع ما طلعش قال حد تدخل في شغلي اه ولا طلع قال ان كان رئيس النادي بيتدخل في شغلي رئيس النادي كان بيهددني في تليفون رئيس النادي كان بيبعث الاسائل على الواتساب بيهددني ولا مستحقات المالية ولا ابنه ابنه تدخل في عملي ولا لجل التخطيط ولا عدو مجلس إدارة ولا 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 شفنا يعني بلاش بلاش المنافس خلينا في كروش كروش بعد ما سام منتخب مصر ماسك التحاد القرى تقطيع في التحاد القرى وبيتكلم عن التدخلات وانتحاد القرى خدع الرأي العام زي ما هو بيخدع الرأي العام دائما وابدا كروش لسه عنده كلام كتير يتقال مش دي نادي المطاف والله أنا واثق أن كروش زي ما عمل في كولومبيا وفضح الاتحاد القرى وقال أن أحد مساعدين انتحر بسبب الأنزمات دي أنا عارف أن لسه كروش عنده كلام كتير جدا هيقوله وشفنا الأجذوب القبر لما قالك نحن بتفاوض مع كروش وكروش قالك أن أنا مستحيل بتتعامل مع التحالي كورده مرة تانية أنا بقول أن المسلماني لو كان تعرض لموقف واحد صعب صعب من ضغط النادي الأهلي الرجل ده كان ممكن في لحظة مفعالة يتكلم لكن شفناه في كل مواقب وفي كل مواقب صاحب بلاده بيتكلم صاحب المغرب بيتكلم صاحب إنجليزية بيتكلم يعني الرجل كلامه عن نادي الأهلي بواحد مع مختلف وسائل الإعلام سواء أعلام بلاده أعلام عربي أعلام إنجليزي نفس اللغة ونفس اللغة ونفس المصعدة مدربين تاني بيتكلموا عندنا احنا هنا لصحافة مصر بلغة وبيطلعوا برة من جرد ما بيخرجوا من المصر القاهرة ويروحوا صحافة بلادهم بيفضحوا الحقاية ويكشفوا المسطور ومن المدربين كده يجد لديهم نفسه احنا الحمد لله النادي الأهلي يعني لحد الوقت حلاك البرامج كل نادي الأهلي بيجيبوا جريد وبيجيبوا مارتين يول بيجيبوا كل درب يتكلموا بحب النادي أهلي وكل واحد منهم دايما السؤال الأخير لي أتمنى لعودة النادي الأهلي أتمنى لعودة النادي الأهلي فيه مدربين كتير جديد لأجانب مستحيل يجوى مقصر بمعاملتهم من الأندية التانية فيه النواة الانفصال كان فيه احتراب طبعا فيه تأدير فيه مستحالاتك المالية يعني واحد يروح يضرب في البرتغال يقول لك غلطة عمر لأنني سيبت النادي الأهلي غلطة عمر لأنني سيبت النادي الأهلي وعلى كده لماذا في قوانة النادي الأهلي ده قالها في قنوات قصة تانية وبرامج تانية وقالها مرة وثلاثة وتصرحات شوف ملك إفونا لما جاء هنا يتكلم يتكلم عن نادي الأهلي إزاي وإزاي الرجل بيتمنى أن يرجع عن نادي الأهلي شوف وليا بعد ما خلص عقده مع نادي القطر يتكلم عن نادي الأهلي إزاي بيحترام ويده ده الشيء اللي احنا بنحترمه بشكل كبير جدا وبنقدره وهيفضل دايما النادي الأهلي ومجلس إدارته على مدار التاريخ طبعا أنا بس أقول له جمهور النادي الأهلي بس يعني أرجوك ما تتفضوش الشاعات ما تكونش أداة أداة لترويق الشاعات طبعا مش كل الناس اللي فيه ما شاء الله ما شاء الله ليلة لكن تالي يوم الصبح زي ما بيقوله أصحى زاد عشقا للكيان دعم كبير جدا لكن يعني عرف زي ما بيقوله كابتن أسامة شعب الأمر من السحر زينا على الودان أمر من السحر كنتم بتطلع شاعات على النادي الأهلي كنتم بتطلع شاعات على النادي الأهلي للأسف في الشاعات دي بتقدر تاخد بعض الناس من دعم الفريق أخيرا أستاذ علاء إن شاء الله رغم كل الظروف الصعبة كل التحديات إن شاء الله الدورة أهلوية والله أنا متفقل جدا الدورة أهلوية ولو مش أهلوية كل الدعم لنادي الأهلي نحن نشكر بجد نشكر الفريق ده نشكر الفريق ده على ما قدمه يعني أنت بتكلم على فريق جاب لنا بنفس القايمة دي جاب لنا اتنين دورة أفريقيا اتنين سوبر أفريقي كاس مصر اتنين برونزي اتنين كاس عالمي خليتنا في حتة تانية في كاس العالم احنا خلاص دلوقتي بجد يعني أنا شايف آه في أندية هنا كل حلمها نتفوز ببطولة محلية احنا بطولة محلية بالنسبة لنا بيئة وسيلة غاية أخرى لها كاس العالم احنا مش احنا اللي هدفنا نتفوز ببطولة محلية كابتن الإسلام كخاص احنا بينا أكبر من كلم كتير آه في أندية كتير جدا حلم حدث نتفوز بكاس مصر لكن النادي الأهل مش حلم كاس مصر آه بناخد دور ده عشان الدور ده بيخلينا نروح طرق أفريقيا ودورة طرق أفريقيا برضو مش هو الغاية احنا غايتنا كاس العالم فاحنا طبعا احنا حفت حتة تانية ونفضل بحتة تانية وبقول للنادي الأهل حتى لو لا قد لله ما خدناش الدورة ده هنفضل موجودين والنادي الأهل هيرجع ولكل جواد كابوة والأهل ما بيرجع بعد كابوة بيقعد عشرة سنين محدش بي نادي الأهل دايما كبير كبير ووطل وليه ألف قوم شرفتنا ونورتنا أسطورة استنتعنا بالحوار معاك واتمنى إن شاء الله دعوة قريب تاني إن شاء الله بس ما بيتك وقناتك بس الوسيط ونفى ما بكده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة مع النقد الراضي الكبير اللي أستاذ علي عزة فتحنا معاك كل المواضيع والراجل النهاردة فتح لنا قلبه على آخر واتكلم براحته جدا في قناته وفي بيته إننا دليل أقل نشوف حضراتكم إن شاء الله لأسبوع اللي جاي على ألف خير وحلقة جديدة من الأشبال ترجمة نانسي قنقر